بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنخلص آخر جزء في شابتر 5 اللي هي هنتكلم عن part 10 ودي هندي مقدمة عن تصميم الأعدة اللي على شكل شبه منحرف إمتى نعمل الأعدة تروبيزيوم لو أنت عندك جار بالشكل دوت وعندي الحمل هنا طلع أكبر من الحمل الداخلي طبعا المحصلة هتكون قريبة من الحمل الكبير فمش هنقدر نعمل أعدة مشتركة على شكل مستطيل فمنضطر في الحالة دي نعملها إيه أعدة على شكل تروبيزيوم أو لو أنت عندك جار وعندك جار الناحية التانية والحمل ده لا يساوي الحمل ده فأنا برضك مضطر أن أنا أعمل تروبيزيوم أو لو عندك عمود ما فيش جيرين خالص في عمودة هوت وعمودة هو عايز أعمل كومبايند فوتينج ووفر في الخرصانة فهيبقى الشكل بتاعي على شكل مين تروبيزيوم فإحنا النهاردة هناخد انتروداكشن فقط للمين للتروبيزيوم كومبايند فاونديشنز طيب أنا لو أنا عندي عمود هنا وعمود هنا والحمل بتاع العمود ده أكبر من حمل العمود ده فأنا قلنا عايزين نعمل تروبيزيوم مبدئياً أنا عايزة الاستريسز أو السيجما نت تكون يونيفورم ماشي أمال إيه اللي خلاها مش نونيوفورم كده ده مش السيجما ده دي الكيو اللي هي بعد ما بتجيبي ال FUN وبتضربها في العرض بيطلع لك ال A ال Q خلي بالك هنا ال FUN ده كله منتظم لكن لما كدرب في العرض بيه 2 هيبقى الديني استريسز صغير ولو ضربت في العرض الكبير هيديني استريسز كبير فهيديني الاستريسز نونيوفورم بالشكل دوت انا اللي مطلوب منك في الكورس دوت انت ازاي تجيب بس الديمنشنز بتاعت التربيزيام ديت لو انت عارف حمد العمود الاولان اللي هو كيو واحد وحمد العمود اللي هو التاني اللي هو كيو اتنين والمسافة ما بينهم اسمها قد ايه اسمها L3 طيب ايه الخطوات بقى بتاعتنا اول خطوة هتروح تجيب الاريا اللي انت محتاجها طبعا طالما الستريسز احنا اتفقنا ان الستريسز تحته هنا تحت التربيزيام ده كله كل ده يونيفورم فممكن اقول ان الاريا بتساوي البي توتل او الكيو توتل اللي هي عبارة عن كيو واحد بلاس كيو اتنين على الكيو نت الاول بتاعتي يبقى كده جبت الاريا طب معروف ان الاريا بتاعت التربيزيام بتساوي ايه بتساوي القاعدة المتوسطة اللي هي P1 بلاس او P1 بلاس P2 اللي هي القاعدة المتوسطة في الارتفاع اللي هو L السؤال بقى انا معرفش P2 ولا عرف مين P1 لكن ال L ديت عندي موجودة اجيبها ازاي انت عندك ما بين العمودين ديت في مسافة اسمها مين L3 ومن هنا لحد نهاية القاعدة هنفرض L2 وهنا فرضنا L1 يبقى طول كله اسمه L بتاعي طيب في مشكلة ان المعادلة الستة ديت مجول فيها P1 والP2 انا ازاي هجيب ال P1 والP2 هنبتدي ناخد المحصلة بتاعة الاحمال موجودة على مسافة اسمها X على مسافة اسمها X ازاي هجيبها هاخد الموقع انت حاولينه المقطة ديت يبقى ال Q اللي هنا او Q2 مضروبة في مين في L3 بتساوي Q1 لقى Q2 في ال X وقدر اطلع قيمة X يبقى ال X بتساوي Q2 times L3 divided Q1 plus Q2 طيب جبنا ال X اللي هي مكان المحصلة لازم مكان المحصلة ديت لو انت عندك الترابوزيدل كده تكون موجودة في CG طب CG بتاع الترابيزيان دوت فين موجوده موجود على بعد مسافة اسمها X زائد L2 L مين 2 L2 زائد X دي انا هخلي المحصلة موجودة في CG بتاع الشكل طيب CG بتاع الشكل اجيبه ازاي في عبارة عن P1 plus 2 P2 على P1 plus P2 في مين في L على 3 يبقى ده مكان CG بتاعي اخليه هنا وقت يبقى المجهول هنا ومعرفش P1 ومعرفش P2 والمعادلة السابقة اللي احنا اتكلمنا عليها معرفش P1 ومعرفش P2 يبقى عندي معادلتين في مجهولين اقدر اطلع قيمة P1 وال P2 اللي بات dimension بتاعت التربيزيوم بس تخلي بالك ان X plus X plus L2 اللي هي ديت دي مفروض ان هي بتبقى اكبر من L على 3 طبعا اكبر من التلت بس اصغر من L على 2 ليه ما هو L على 2 دي يا شباب دي اللي هي بتاعت الريكتانجل ودي بتاعت مين المسلس هو ما بين 2 ما هو التربيزيوم ليس ريكتانجل وليس تربيزيوم فهتلاقي ان دايما ان المسافة دي مالها عبارة عن من L على 3 لحد L على مين على 2 وبكده يبقى احنا انهينا شابتر 5 كاملا اللي هو الكمبيند فوتينج وان شاء الله هنبتدي في شابتر 6 اللي هو الستريف فوتينج في المرحلة القادمة شكرا وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته